مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات والمشروعات القومية لزراعة قصة بالسكر بالشتلات جوترش يدعو الليبيين للعمل معا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن مع تواصل التحذيرات من تفشي سلالة اومايكرون اتشيك وبلغاريا تسجلان حصيلة اصابات قياسية نشرة اخبارية مفصلة تاتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على اعتزاز مصر بالتواصل والتنصيق المستمر مع دولة الامارات العربية المتحدة على كافة المستويات جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب للامارات في زيارة رسمية حيث التقى برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي ساكر غباش واعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية التنائية والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والاقليمية بما يخدم مصالح البلدين من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الأراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير الزراعة السيد القصير وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات مشيرا إلى أن إجمالية إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليوني طن سنويا حيث تسهم البحيرات بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات تعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات من أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيا ومنع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر فضلا عن تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها واستعرض وزير الزراعة أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات حيث ترتفع متوسط إنتاجية الفدان من 33 طن إلى 55 طن كما ترتفع كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13 مليون ومائتي ألف طن على الأقل عند الزراعة بالشتلات ترجمة نانسي قنقر أثنى المستشرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستفني ويليمز على دور الإيجابي المصري في حل الأزمة الليبية وقالت ويليمز إنه تم التجديد خلال زيارته الرسمية للقاهرة على أهمية الحفاظ على الزخم الانتخابي في ليبيا والحاجة لاحترام إرادة 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقات التصويت الخاصة بهم وذلك من خلال دعم إجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية يقبل بنتائجها جميع الأطراف دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن الأطراف الليبية للعمل معا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن وشدد جوتيريش على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجانب المنتشرة في ليبيا وتقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 20 ألف وطالب الأمين العام للأمم المتحدة السلطات والمؤسسات الليبية المختصة بتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير وأشاد جوتيريش بمليونين وثمانمائة ألف ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات التي تم تأجيلها أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 من يناير ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من الأجهزة النظامية ونيابة العامة وحدد القرار لللجنة 72 ساعة لرفع إجراءاتها أعلنت الشرطة السودانية عن مقتل سبعة أشخاص وعن إصابة 22 آخرين وذلك خلال مسيرات الأمس بالخرطوم وأضافت الشرطة في بيان لها أنه أصيب خمسون من قوات الشرطة خلال محاولات التصدي لأعمال العنف والشغاب التي شهدتها المسيرات وأدت إلى إتلاف عدد من أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة كما أنه تم القبض على سبعة وسبعين متهما واتخذوا إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بشراف النيابة أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد النهيان جدد خلاله إدانته للهجمات التي تعرضت لها منشآتهم مدنية في مطار أبوظبي مما أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وأعرب أبو الغيط خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية للإمارات في مواجهة قوى الإرهاب والتخريب مؤكد انتقته في قدرة دولة الإمارات على التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التي تعزز أمنها وتردع أي محاولة للنيل منهم أكدت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم الذي تم في أبوظبي وأصفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سلوفان إن الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات ومع الشركاء الدوليين لمحاسبة قوات الحوثي وشدد سوليفان على التزام واشنطن بأمن الإمارات والوقوف معها ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها أكد مدير الإعلام العسكرية للقوات اليمني المشتركة عبد الناصر المملوح أن معركة حريب التي بدأت على ثلاث مراحل عسكرية تكتسب أهميتها الاستراتيجية لكونها مفتاحا لتحرير محافظتي مأرب وصنعاء من قبضة قوات الحوثي وقال المملوح إنه في حال خسارة قوات الحوثي حريب بشكل كلي فلن تتوقف أنهيارتها عند الحدود الإدارية لهذه المدرية وستنتقل المعارك دون مقاومة قوية إلى عمق مدريات جنوب مأرب مؤكدا أن القوات الجنوبية تمكنت من تحرير مناطق حريب بإسناد من التحالف العربية وبالنسبة لحجم خسائر قوات الحوثي قال المملوح إنه تم دك قدرات قوات الحوثي عددا وعتادا بضربات العمالقة وبدعم طيران التحالف تمكن الجيش الصومالي من القضاء على 13 عنصرا إرهابيا خلال عملية عسكرية في منطقتين مبارك ودار السلام التابعتين لمحافظة شبيل السفلة جنوب البلاد وأشار الجيش الصومالي إلى أن العملية جزء من العمليات الجارية للقضاء على فلول ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من أرجاء البلاد مشيرا إلى أن العملية شهدت مصادرة مركبات يستخدمها الإرهابيون كما جرى تدمير متفجرات وصل رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إلى العاصمة السعودية رياض في مستهل زيارة رسمية وفي إطار جولة شرق أوسطية واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الكوري الجنوبية حيث جرت مراسم استقبال رسمية عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعه الرابع بالقاهرة وذلك برئاسة رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبد الرحمن العسومي وناقش مجلس أمناء المرصد خلال اجتماعه خطة العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب وضع استراتيجية عربية لتعزيز انفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي لمناقشة خطة العمل ووضع استراتيجية عربية لتعزيز انفاذ حقوق الإنسان عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان اجتماعه الرابع بالقاهرة الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب إنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي وسبول الارتقاء بالثقافة الحقوقية في الوطن العربي إضافة إلى مناقشة مقترح بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي طبعا اليوم بنجتمع اجتماع المرصد العربي للحقوق الإنسان سنوغش الكثير من الأمور التي تخص موضوع حقوق الإنسان في الوطن العربي طبعا مرصد يتكون من كفاءات عربية متنوعة لها بعض طويل في مجال حقوق الإنسان اليوم بيكون اجتماع نناقش بعض الحالات التي يجب أن يتم مناقشاتها في موضوع حقوق الإنسان وسنناقش بعض المبادرات العربية التي يتم أطلاقها في الفترة الأخيرة والتي يتم من خلالها التطوير حقوق الإنسان المنسوى البطل العربي مرصد العربي لحقوق الإنسان لديه هدف آني وهو وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية في تونس في 2019 أهدافنا هم يسعى المركز العربي لحقوق الإنسان لتحقيقها أهمها استحداث آليات مستقلة تقوم على تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الحكومية وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية المرصد العربي لأنه هو بيرصد حالات حقوق الإنسان في المجتمعات العربية في الدول العربية ونحن نعرف أنه كان سابقا أنه يتم رصدها عن طريق المجالس في البرلمانات العالمية الأخرى الدور نهينا تعزيز الحقوق الإنسان في كافة المجالات وأيضا إبراز كاتحاد عربي من ناحية حقوق الإنسان وإبراز جميع الردود التي تبرز حقيقة الحقوق الإنسانية ومراعاتها في الدول العربية كما يهدف أيضا للتصدي للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيدا عن اعتبارات التسييس دكرت جامعة جونس غوبكنز الأمريكية أن إجمالية الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 330 مليون و491 ألف و623 حالة وأفادت الجامعة أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفايروس عالميا ارتفع إلى 5 ملايين وإلى 545 ألف ومئتي حالة وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت ما يقرب من 66 مليون و421 ألف و598 حالة في أسبوع واحد ارتفعت حالات الإصابة بفايروس كورونا لسيما المتحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم بنسبة 25% وتحديدا ارتفعت نسبة الإصابات في كل من الهند والبرازيل بعدما سجلت أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة بنحو مرتين ونصف خلال الأسبوع بعد تراجع الأرقام نسبيا في الشهور القليلة الماضية الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحاور أوميكرون الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا نوفمبر الماضي تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحاور دلتا في جميع أنحاء العالم ففي أسبوع واحد ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة ليرتفع عدد الإصابات عالميا إلى أكثر من 328 مليون إصابة وفي الفترة نفسها ارتفعت الوفيات النجمة عن الجائحة بنسبة 10% أي 48,764 حالة وفاة لترتفع الحصيل الإجمالية العالمية للوفيات إلى أكثر من 5 ملايين وفاة حالات الإصابة في الهند ارتفعت بنسبة 150% خلال الفترة الماضية وبذلك تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الأولايات المتحدة في حين ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بنسبة 129% في أسبوع فيما سجلت اليابان نحو 25,658 إصابة وهو رقم قياسي جديد للإصابات بكورونا في البلد الأسيوي وهو رقم قياسي جديد للإصابات بكورونا في البلد الأسيوي تتخطى بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته عند انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية قبل عام طرحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومعها الأمل في إنهاء المرحلة الحادة للجائحة بنهاية عام 2021 كما كان متوقعا لها لكن لا تزال الجائحة ومتحوراتها تحكم قبضتها على العالم مع دخولها عامها الثالث قالت وزارة الصحة الشيكية إن البلاد سجلت اليوم أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى زيادة يومية منذ أول ديسمبر تستعد التشيك لموجة جديدة من الجائحة مع بدء تزايد الإصابات الناجمة عن سلالة أومايكرون المتحورة من فيروس كورونا وقلصت الحكومة مدة الحجر الصحي وفترة العزل في إطار إجراءات جديدة بعد أن بدأت هذا الأسبوع فحوصا إجبارية لموظفي الشركات سجلت بلغاريا زيادة قياسية جديدة في حالة الإصابة اليومية بكورونا بلغت 9996 إصابة وذلك بعد تزايد الحالات الناجمة عن سلالة أومايكرون وقالت السلطات الصحية في أقل دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات التطعيم قالت إنها سجلت ما يقرب من 161 وفاه اليوم وبهذا يصل إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة إلى 830 ألف و600 حالة منذ بدء الجائحة بالإضافة إلى تسجيل ما يقرب من 32247 وفاه دعت الصين المواطنين لاستخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد خاصة تلك الواردة من الخارج بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بي أومايكرون رصدت في بكين ربما تكون ناجمة عن طرد قادم من كندا وتعهدت السلطات بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج أشددت على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل تأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العراق أعلنت وزارة الصحة عن دخول متحور أومايكرون مرحلة ذروة الانتشار في البلاد وأضافت الوزارة العراقية أن أومايكرون هي سلالة مشابهة للسلالات السابقة من كورونا لكنها تتميز بسرعة انتشارها وتعد مقلقة بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير الأمر الذي يشكل ضغوطا على الموارد سواء الأدوية أو المستشفيات هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4466 إصابة جديدة بكورونا وتماثل ما يقرب من 582 حالة للشفاء مع تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس أعلن وزير الخارجية الروسية سارجيلا فاروف أن موسكو تنتظر أجوبة من الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لمواصلة المحادثات المتعلقة بأوكرانيا رحب وزير الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرتي الألمانية أناليتا بيربورك بمشاركة الولايات المتحدة بحل الأزمة مع أوكرانيا من جانبها أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا استعداد بلادها لإجراء حوار جاد مع روسيا حول الضمانات الأمنية أكد السفير الروسي الجديد لدى منسك بوريس جريزلوف أن استمرار التكامل المتنوع في إطار دولة الاتحاد سيكون على رأس أولويات خلال فترة توليه لمنصبه الجديد وأشار السفير الروسي إلى أن الهدف النهائي للاندماج هو زيادة الدخل وجودة الحياة للمواطنين في روسيا وبيلاروسيا وكان الرئيسان الروسي بلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشانكو وقع في نوفمبر الماضي على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروسيا في دولة اتحادية بحثت الولايات المتحدة وبولندا سبل تعاون المستمر في المسار الدبلوماسي مع موسكو مع اتخاذ خطوات لردع مزيد من حجد قواتها على حدود أوكرانيا وذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية متمنا قيادة بولندا في الجنح الشرقي لحلف الناتو وتوليها رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2022 كما شدد على الالتزام بالأمن عبر المحيط الأطلسي أعلنت كوريا الشمالية عن اختبار إطلاق صاروخين تيكتيكيين موجهين مشيرة إلى أن أكاديمية علوم الدفاع أكدت على دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج وأوضحت أن صاروخين الموجهين الذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي وجاء الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية بعد مرور ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونج يانج لصاروخين باليستيين من منصة إطلاق محمول على قطار أعربت الولايات المتحدة عن قلاقها حيال أحدث تجربات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية شهر يناير الجاري وذلك في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولية جاء ذلك في اتصال ثلاثي جرى بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سون كيم ومدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون أسيا والمحيط الهادي فوناكوشي تاكهيرو والممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوكيو دوك دربت عاصفة شتوية ساحل الشرقي للولايات المتحدة مع تساقط الثلوك بشكل كبير وهبوب عواصف رعضية قوية وريح عاتية واستخدم السكان في وسط مدينة كليب لاند معاولا لإخراج السيارات من الجليد كما أدت هذه العاصفة إلى انقطاع الطيار الكهربائي على عشرات الآلاف من السكان وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية إلغاء مئات تنبيه ترجمة نانسي قنقر اعلنت وزارة الداخلية في مدغشقر عن مقتل عشرة اشخاص جراء حدوث فيضانات نتيجة سقوط امطار غزيرة على اجزاء متفرقة من البلاد وأوضحت ادارة المخاطر والكوارث ان الفيضانات تسببت ايضا في انهيار العديد من المنازل والانهيارات الارضية التي ادت الى وقوع ضحايا ومفقودين شهد منتدى شباب العالم اشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف انحاء العالم حيث انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة وفي اطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم اثناء جورج فيلا رئيس ملطة على المنتدى باعتباره من اهم الفعاليات الشبابية العالمية لا سيما في الوضع الحالي القائم الذي تمر به الانسانية واصفا المنتدى بانه نموذج رائع لكيفية المواجهة العالمية للازمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع ومن جانبه اثناء ايفان دوك ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مواجها دعوته للقادة بالعمل لدفاع عن الشباب وحياة هذه الاجيال لبناء الحاضر والمستقبل ووصف تيدروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منتدى شباب العالم كفرصة هائلة لتغذية الكثير من الافكار وخلقي مستقبل اكثر امنا وصحة مشاددا على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من اجل ان يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهما فيما اكدت جايت مع ويكرا منياكي المبعوطة الخاصة للامين العام للامم المتحدة لشؤون الشباب على ان منتدى شباب العالم يعمل على النشر السلام والتناغم بين الشباب من مختلف الدول مواجهة الشكرة لمصر على دعوتها للمشاركة واشهد كلاوس يهانس رئيس جمهورية رومانيا بمنتدى شباب العالم قائلا ان منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية لانه يمنح شباب مسارا مهما للمشاركة كاجيل فتي ومن جانبه اكد قاسم ماجاليو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة من اجل الاستماع الى كافة الرؤى ولينخرط الشباب في السياسات ولجعل عالمنا افضل ووصف ميجيل انخيل وكيل السكرتير العام للامم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الامم المتحدة للتحالف من اجل الحضارات المنتدى بانه يمثل فرصة ذهبية استثنائية للحوار مشيدا بتنظيم الدور الرابع ومن جهتها اعربت الشام المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الاماراتية عن تقديرها للمشاركة ضمن فعاليات الدور الرابعة لمنتدى شباب العالم قائلة نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الامل مجددا نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء تزعم بحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وبتوجيهها لغير اغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي واكدت الوزراء انه لا صحة لحرمان اي من المؤمن عليهم من حقوقهم او بتوجيهها لغير اغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وان الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن بدء المحافظات غدا الأربعاء في تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات وذلك بالتنسيق مع مديريات الرئية وكذلك حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أعلنت وزارة البيئة عن استلام أربع وحدات بايوجاز في ألف يوم ضمن مشروع إنشاء خمسة عشرة وحدة بايوجاز بقرى المحافظة يأتي ذلك تنفيذ لتكلفات الرئاسية بتطوير قرى صعيد مصر لتصبح قرى نموذجية تراعي الأبعاد البيئية وتراعي معايير الاستدامة حيث توفر وحدة البيوجاز المنزلية طاقة توازي أنبوبتي بوتجاز شهرياً وسماد عضوي يكفي لتسميد ثلاثة أفدنة طوال العام وأكدت الوزارة أن وحدات البيوجاز هي نموذج مبسط لفكر الاقتصاد الدوار من خلال التعامل مع المخلفات الزراعية والعضوية والاستفادة منها في إنتاج طاقة نظيفة كما أصدرت وزارة البيئة توجيهاتها بمتابعة أعمال الإنشاءات لوحدات البيوجاز بمختلف محافظات الصعيد وقعت وزارة الأوقاف بتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة بروتوكول تعاون لتسجيل وتوتيق ورفع أحداثيات جميع المساجد على مستوى الجمهورية والتي يفوق عددها مائة ألف مسجد على الخرائط الرقمية وذلك في إطار توجه الدولة العام للتحول الرقمية ويجتمل البروتوكول في مرحلته الأولى التي تتم خلال عامين على المساجد والملحقات التابعة لها من زوايا ودور مناسبات وغيرها ليتاح للمواطن الوصول للمساجد أينما كان من أهم الأعمال التي سبقت مع هيئة المساحة أطلس الأوقاف هذا الأطلس الوقفي خارج فيه 92 مجلدا وهو أعظم أطلس وقفي في العالم بعد هذه التجربة ويتم تحديثه دوريا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعملية التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف المجالات البروتوكول بيهدف إلى رفع إحداثيات جميع المساجد وملحقتها على مستوى الجمهورية ووضع هذه الإحداثيات على الخرائط الرقمية في ظل اهتمام الدولة الكامل بالتحول الرقمي مع الجمهورية الجديدة والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نكسف العمل في كل مجالات التحول الرقمي سواء في هيئة الأوقاف في وزارة الأوقاف في عافع إحداثيات المساجد في تأهيل وتدريب وتسقيف العاملين في مسألة التحول الرقمي بهدف أن نعمل حصر لممتلكات هيئة الأوقاف وما أكثرها ومنتشر على مستوى جميع المحافظات كان البرتوكول اللي احنا بصدد توقيعه اللي وقعنا النهاردة بحضور معالي الوزير الأوقاف كان بغرض أن احنا نعمل حصر ورفع من الطبيعة للمواقع اللي تعتبر المساجد وأي جزء ملحق بالمسجد سواء دار مناسبات أو الزوايا أو الأضرحة اللي موجودة على مستوى الجمهورية بصفة عامل وجهت وزارة تضامن الاجتماعي بتكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع للمديرية بمحافظة البحيرة بشأن سرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتي تفيد بوجود مواطن المسن بلا مأوى من ذوي الهمم كفيف بمحافظة البحيرة حيث تم إيداع المواطن بمجمع المسنين بالأبعادية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وفي سياق المتصل وجهت وزارة تضامن فريق تدخل السريع المركزي بالوزارة بإيداع مسن بلا مأوى بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في حين وجهت الوزارة فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة المضلات بشبرى مصر حيث تم عقد جلسة توعوية وتم عقد دعم نفسي مع الطفل وبإقناعه بالعودة إلى الأسرة وبإعادة دمجه أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر وأشعر المركز إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي الجديد في مشروعات الطاقة المتجددة بلغ 4 مليارات و400 مليون دولار موزعة بين مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يأتي ذلك في ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد أغدر ومستدام أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب قرارا بإنشاء وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وذلك بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروات الطبيعية وأكد محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تقدم خطة التنمية الاقتصادية تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب المنطقة الحرة العامة ببرسعيد وذلك لمتابعة أعمال تطوير المنطقة لرفع كفاءة البنية الأساسية بها والتي تشتمل على الطرق وشبكات الصرف الصحي وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة الحرة وفقا للجداول الزمنية المحددة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير القادم مشيرا إلى أن الهيئة حارست على تيسير كافة خدماتها للمستثمرين من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال أعمال التطوير أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم عن إطلاق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة تنفيذا لتوصيات منتدى الشباب العالم بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة لدعم شباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا لتصبح أول تجمعين لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتابعت وزيرة الهجرة أن المبادرة تهدف لربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال وتوسيع أفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفارقة وإتحت الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم مع المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أحمد فتحي ثبل التعاون في ربط شباب مصر بالخارج وبالداخل من رواد الأعمال وذلك تنفيذ لتوصيات منتدى شباب العالم وأوضحت وزيرة الهجرة أن منتدى شباب العالم شهدت تنصيق مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في جلسات مصر تستطيع بالصناعة لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء وبعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم أكد وزير البترول والتاروة المعدنية ترق الملة أن تطوير الذي تشهده المنطقة الغغرافية البترولية وحوض جونة البترول بالإسكندرية تحقق بفضل رؤية واضحة واستراتيجيات عمل مرنة وجهود متميزة للعاملين نجاحا كبيرا وأوضح وزير البترول خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركتي الإسكندرية والعامرية لتكرير البترول عبر الفيديو كونفرنس أن توفر الموارد المالية ينتج عنه استقرار ومن ثم تطوير مستمرة مشيرا إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة وقادها الرئيس عبدالفتاح السيسي انعكست بالإجابة على تطوير محاور العمل بصناعة البترول والغاز في مصر وقعت وزيرة التجارة وصناعة نبين جامع والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالقاهرة باسل الخطيب وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية صديقة للبيئة في مصر وذلك في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية صديقة البيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وقالت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المشروع يعمل على دعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية حيث يركز على دعم السياسات الصناعية وتشريعات اللازمة لاتباع النهج المناطق الصناعية المستدامة أعقدت وزيرة التجارة والصناعة نبين جامع لقاء موسع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامزاور تناولت سبل تنمية تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالإضافة إلى قطاع التاقة المتجددة وأكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز العلاقات التنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بتوسيع أتر التعاون الاقتصادي مع ألمانيا للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة ونقلها للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي بحيث يعمل لصالح جميع البلدان مناشداً بضرورة ضبط التضخم القياسي وبارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والغداء ودعا جوتيريش خلال كلمته الافتراضية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي العالم إلى إحياء الروح في التضامن العالمي مشيراً إلى أنه للعام الثاني على التوالي ألغى المنتدى اجتماعه السنوي في مدينة دافوس السوسرية حيث تم عقد سلسلة من الجلسات العامة والمناقشات عبر الإنترنت تحت شعار جدوى الأعمال دافوس وإلى البورصة المصرية حيث أنهى التعاملات اليوم منتصب جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.753 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر ايجي اكت ثيرتي بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11.876 نقطة كما صعيد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس سابنتي متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.5% ليغلق عند مستوى 2218 نقطة وقفز مؤشر ايجي اكس هوندرد متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.1% ليغلق عند مستوى 3259 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أهلا بك معنا أستاذ حنان بداية يعني أداء جماعي مرتفع للبورصة المصرية اليوم كيف ترين هذا الأداء؟ طبعا بعد حالة التباين اللي كان فيها المؤشرات خلال الجلسة في مستهلها انتقل كافة المؤشرات المنطقة الخضراء طبعا المؤشرات الفراكة متوجدة بتفعل منطقة الخضراء من أول الجلسة ولكن المؤشر رئيس البورصة انتقل تدريجيا بسبب دخل سيلو قوية في من قبل المؤسسات مما دعته إلى التقاري المؤشر من منطقة الخضراء طبعا المؤشر رئيس البورصة عند نقطة مقاومة قوية هي 12 ألف نقطة وهو كان تأثر الفترة اللي فاتت بضعف تداولاته وهو كان تأثر طبعا بالأحداث الجيوسياسية الغير متواتية في المنطقة العربية وبعد ما يعني إرض أن هي تسيطر على هذا الحدث وبدأت أن هي تتفاعل بالإيجاب فتفاعل المؤشر الرئيسي للبورسة بالإيجاب مرة أخرى مدعوم بمشاريع الممصريين والمؤسسة المالية المحلية طبعا بالنسبة لقيم التداول هي بتبقى تخلل الجلسة قيم منخفضة ولكن بترتفع في جلسة مزيدة لأن العديد من المتعملين بقوا ينتظروا أن هم يشوفوا تحركات الأسعار على الأصم القيادية المحلية الرئيسي للإستثمار عن دفعات المتعملين حتى المتعملين الأفراد يؤثروا أن هم يدخل السيرب في المؤشر 30 للتقرار أداءه ولانتظار نتاج الأعمال في الفترة القادمة إن شاء الله طيب أستاذ حنان هذا التفاعل الإيجابية كما وصفت ما التوقعات للسوق خلال بقي جلسات الأسبوع من واقع هذه الارتفاعات طبعاً نحن كل ما بيبقى فيه خفات في الأسعار بيبقى فيه تفاعل من قبل المتعملين ولكن في بعض الأوقات بيبقى هو تفاعل قصير الأجل يعني للمتجرات السريعة ولكن لو ابتدى يبقى فيه مركز عبارة عن استثمار طويل الأجل لتكوين محافظة استثمارية عميقة ممكن نشوف المؤشرات الأطول فترة ممكنة في المنطقة الخضراء وتتخطى منطقة المقاومات القوية اللي هي بتبتدي تنزل منها وتبتدي ترتفع عليها وده هيكون بسيولة قوية وبماد جسولة تفاهم مع الفئات المتعملين لأنه شايفين أن فيه في الفترة القادمة أخبار جيدة تتعلق بطروحات فاكمية جديدة تتعلق بطبعاً المراجعة الدورية للمؤشرات اللي بيخش أسهم جديدة للمؤشرات وتقرب أسهم منها والتفاعل القوي بيبقى فيها من قبل المتعملين للأجانب وطبعاً المراجعة الدورية والمؤشرات العالمية ممكن يكون له قطر إيجابي على أداء السوء اللي احنا متوقعين بإذن الله نحصل حالة انتعاشة مع ضخل سوء قوية بالتزامر مع وجود تضخم عالمي وبيبقى أفضل مكان للاستثمار والحفاظ على قيمة النقود هي أسواق المال وطبعاً مصر من الدور اللي عليها الدور كأسواق نشأة فيه اجتزاب سبيل عالمية ولا يتزاب سبيل محلية بوقت نعم إذن انتعاش مرتقبة في البرصة المصرية بإذن الله خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أشكرك جزيل شكر أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامر بيحرص الهيئة على فتح أفاق أرحب لتعاون مع العملاء وشركاء النجاح وكافة الجهات والمنظمات الفاعلة في صناعة النقل البحرية لتفعيل دور قناة السويس داعم للاستقرار وسلاسل الإبداد وخدمة حركة التجارة العالمية جاء ذلك خلال لقاء الفريق أسامر بيحر مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاي بلاتين على هام شافع عاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس في معرض إكسبو دبي 2020 من جانبه عبر الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن تطلعه لتفعيل سبل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس بتوقيع اتفاقية للتعاون يمكن بمقتضاها تعزيز التواصل ولتنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بصناعة النقل البحرية أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة جذبت استثمارات بأكثر من عشرة مليارات دولار لعام 2021 وكشفت المنطقة في تقريرها السنوي عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لتشجيع ولتحفيز الاتثمار فضلا عن القرارات التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعالة في منطقتين السخنة وبورسعيد وكذلك بتوطين بعض الصناعات المحددة التي تتبنها مصر في خطتها الاستراتيجية القومية المزيد في سياق التقرير التالي نتابع مع حضراتكم تعزيز ريادة قناة السويس هدف تبنته الدولة بتوجيهات من رئيس السيسي لتحويل هذا الممر إلى شريان للتنمية فمع انتهاء عام 2020 تأتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتثبت أنها قادرة على الإنجاز رغم الأزمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كشفت في تقريرها عن أهم وأبرز التعقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البترو كيمويات في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي إحدى ركاز استراتيجية الهيئة 2020-2025 وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل كوب 27 ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريباً مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها للمرة الأولى وفي إطار خطة الدولة لتطوير المواني البحرية أبرمت المنطقة تعاقداً مع هيئة الطرق والكبار لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر وإلى حياة كريمة وفي إطار المبادرة الرئاسية أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية في الفترة من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من يناير الجاري وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجاً والمحافظات الحدودية وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة في محافظة الإسكندرية يتواصل العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية أبو صير بعد انتهاء حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة من أبرز هذه المشروعات مد تدعيم شبكة مياه الشرب بالقرية وإنشاء رافع مياه الشرب بالكيلو 38 بهدف خدمة أكثر من 10 ألاف مواطن ورفع كفاءة وتطوير المبنى القديم لمدرسة المأمون وإنشاء جديد لشبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة وحدة صحية وبناء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء مبنى جديد لمركز شباب أبو صير قبلي بدلا من المبنى القديم الذي تم هدمه خيتام نشرتنا إلى عنوينها مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات والمشروع القومي لزراعة قصة بالسكر بالشتلات جوتيرش يدعو الليبيين للعمل معا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن مع تواصل التحذيرات من تفشي سلالة أمايكرون تشيك وبولغرية ساجلان حصيلة إصابات قياسية بكورونا ختم نشرة الثالثة دمتم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم